لا شك بأن ما يحصل الآن أنه نحن على أبواب ما يسميه العدو بالمرحلة الثالثة والتي كما بات واضحا بأنه كان هناك مطالب أمريكية أو الأمريكيون طلبوا من نتنياهو وأركان حربه بأن ينتقل إلى مرحلة معينة ربطا بما قاله بايدن في خطابه في الثاني عشر من هذا الشهر عندما تحدث عن الطريقة التي تستمر بها الحرب بمعنى أنه استمرار الحرب بنفس الوتيرة يعني العملية الشاملة التي يكون فيها قصف تدميري يعني وارتكاب كم هائل من المجازر أنه هذا واشنطن كانت تعترف وتقول أنه لا يمكنني أن أدافع عن هذه المشاهد حتى الإسرائيلي يعني شخصيات كثيرة باتوا يقولون يجب مراجعة الأهداف وتحديدها من جديد هذا اعتراف بالأخفاق صحيح وهذا شهدناه على المسرح العالمي وبالتحديد في مجلس الأمن يعني واشنطن أصبحت معزولة في الأسبوعين أو ثلاثة أسابيع الماضية عندما كانت مستمرة في موضوع تغطية العدو فيما يقوم به بايدن يحاول أن يقول لنتنياهو بأنه أنا مستعد لكي أستمر في تغطيتك حتى الوصول إلى الهدف الذي نريده كما تريده أنت وهو القضاء على القدرات العسكرية للمقاومة ولكن ينبغي أن نصل إلى هذا الهدف بأسلوب معين وليس بالأسلوب الذي كنت تتبعه خلال ما سميته بالمرحلة الثانية من الحرب بس حتى هذا الاسلوب واقعي يعني إسرائيليين نفسهم قادة لبدن عشر سنين صحيح الواقعية في الأداء الميداني هي تغيب عن تصريحات أو ما يخرج عن القادة المباشرين المعنيين بالحرب يعني نتحدث هنا عن وزير الحرب يو أف جالنت عن هاليفي رئيس هيئة الأركان وعن باقي الضباط أو الوزراء في الكابنت الحرب الصهيوني ما نسمعه من ضباط متقاعدين وخاصة اليوم يعني كنا نستمع إلى نقلته صحيفة معريف عن نائب رئيس هيئة الأركان سابقا هو كان يتحدث ويقول أن الأهداف المشكلة أنه ليس هناك أهداف واقعية أعلن نتنياهو منذ بداية هذه الحرب وهو مصر الآن يتحدث عن المرحلة الثالثة وما زلنا لا نلمس ما هي الأهداف الواقعية للحرب أيضا يتحدث عن هدف الذي هو عام ومع كل هذه الخسائر على أكثر من صعيد اقتصادي واجتماعي وبنيعه وعسكري وبعد لا هدف فمسألة أنه تدمير حماس الآن بدنا نسمع صوات تتحدث وتقول أنه هذا هدف غير واقع أنتم أطلقتموه وواضح أنه هذا كان سخف عالي جدا لا يمكنكم الوصول إليه بدنا نسمع أيضا من دبلوماسيين صهاينا متقاعدين أحدهم كتب في موقع تايمز أوف إزرايل واستشهد به مارتن إنديك السفير الأمريكي الأسبق في تل أبيب يتحدث ويقول دعونا نكون وقعيين نحن بحاجة إلى إعادة التفاوض مع حماس يعني وعلينا بالتالي أن نعترف بأن هذه قوة أمر واقع ستكون موجودة في غزة بعد انتهاء هذه الحرب وبالتالي كل الحلول العسكرية لن تكون مجدية مع هؤلاء لذلك نحن على الأرض في موضوع استهداف البيئة الحاضنة للمقاومة باعتقاد بأن العدو استنفذ هذه الورقة إلى مداها الأقصى وبالتالي لم يعد هناك شيء يمكن أن يقوم به العدو لم يقوم به سابقا خلال الشهرين ونصف الشهر الماضيين لذلك الآن فيما يرتبط بالتموضع في بعض مناطق القطاع وما يسميه نتنياهو بالمنطقة العازلة في شمال القطاع واضح بأن هناك صعوبة لأنه نتحدث مثلا عن جباليا في جباليا هناك ملحمة أسطورية هناك قتال استشهادي من قبل المقاومين في صد كتائب تحاول أن تسيطر بشكل كامل على منطقة جباليا ووفق المعلومات التي اطلعنا عليها اليوم كان هناك معلومات عن انسحاب من بيت حنون أيضا كان هناك خسائر تكبدوها في هذه المنطقة وبالتالي حديث نتنياهو ويو آف جلانت وغيرهم أنه نحن بصدد الانتقال إلى المرحلة الثالثة ويغمزون من قناة معبر فلادلفيا أو التوغل باتجاه رفح هذا غير واقعي في ظل الحديث أنه المزالت المعركة عند تخون بيت حنون وجباليا وبيت لاهيا في أقصى مناطق الشمال وبالتالي هذا سيدفع ضباط العدو الجنرالات بالتحديد إلى أن يتحدثوا في نهاية المطاف عن الواقعية أنه نحن لم يعد باستطاعتنا أن نحقق ما كنا قد وضعناه من أهداف وأيضا النتائج على الأرض كل يوم هناك حديث عن يوم قاسن تلاحظ في الإعلام العبري يوم صعب أو يوم قاسن يتحدثون عن خسائر 10 جنود أو 13 جنديا وبالتالي هذا ممهد أنا باعتقادي هو ممهد لإعلان أنه سقوفنا سوف تنخفض فيما يرتبط بأهدافنا